أصلاً الحضنة ده أنا فاكر هي قالت بعد ما صالتها أنت دلوقتي واحدة من ناس كويسة يوفست عددتين أنت غامنين عمني أارت واي ليه الفلاحة دي ليه دي فهي قالت إن الحض الحض مش لاقي فرق بين فقير والغني أنا لما أتجوز في يوم الأيام وأخلف أحضرهم كل يوم واصل من عميهم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من بعد ما سمعت كلامك عن أمك اتأكدت انه هاي دي اللوحة انت اكتر واحد احق فيها خدا مش هارفه قولك ايه ما تقول شي انا كتير مبسوطة انه اللوحة لقيت المكان المناسب طبعا وانا مبسوطة انها وصلتني عن طريقت مفاجأة في حياتي طبعا ازنك انا اخشك للشيكبوب عمر بريس فينا اطلب انك طلب اي حاجة انا متأكد انه انت انسان لطيف ويمكن تكون بزنس ماني ينوثق فيه بس انا ما بعرفك النيح وهده اول تعاون بياناتنا سوف افضل انه التعاون يكون كاش ما بحب تشاكس اوكي يعني منك زعلين بلاحكس لاحقك مش انتي كبت اللوحة لحد هنا عندي بلاحكس 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 ما كانش قصدي عكسك يعني بس ممكن اقول حاجة انا من اول ما شفتك حسس ان في ورا جمالك في في حسن مستخبي ما اني كتير صحبة مع ابرس بس ها اول مرة بحس انو ما تدايق اني قرب تسافر مش صحبة مع ابرس انا هخليك تحبيها بقى اوكي جرد جرد ايس كريم ايس كريم ايس كريم ايس كريم انا باموت في الفيلم ده طالي بقى اجبلك احلى مكان من اين بقى اوديك احلى مكان ايس كريم بتاع واحد ايس كريم هو برضو بيموت في روبرتو بنيني ايس كريم اوديك احلى مكان ما بتحكي ايس كريم ايس كريم ايس كريم ويو شكرا لدينا و لدينا شكرا لدينا موسيقى موسيقى مرسي على أحلى أيام قضيتها بحياتي كنت كتير مبسوطة أنا ومعك وبين إيديك موسيقى موسيقى